بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم يا شباب في الفيديو الرابع والمحاضرة الرابعة من محاضرات البي امي اس أو البيلدينج مانجمينت سيستيم نظام التحكم في المباني من أهم المحاضرات يا خوانا اللي هناخدها المحاضرة الرابعة دي محاضرة الفيلد ديفايس أجهزة الموقع اللي احنا هنبدأ نركبها عند المعدات اللي احنا عايزين نتحكم فيها أو عايزين نراقب هذه المعدات مراقبة المعدات أو التحكم فيها طيب لازم يا خوانا أبدأ أعرف المكان اللي انا عايز أركب فيه هركب فين هركب على المعدات يبقى لازم أعرف المعدات اللي انا عايز أرقبها أو عايز أتحكم فيها يبقى الفيلد ديفايس لازم أعرف المكان الفيلد ديفايس لازم أعرف المكان تعال ناخد مثال اللي انا عايز أتحكم فيه دكت تكييف داكت التكييف يبقى انا هعمل ايه هروح للفيل دي بايس اللي هو داكت التكييف واركب كاشف دخان تمام اللي هو السموك دي تيكتور او بيسموه داكت سموك دي تيكتور على الجزء الخاص بالداكت يعني ده جسم الداكت اهو اهو ادي جسم الداكت وهنا اهو الدراع ده مع الجزء ده اللي هو الداكت سموك دي تيكتور يبقى انا هركب داكت سموك دي تيكتور تمام يبقى على داكت اركب داكت سموك دي تكتور طيب دي الاجهزة اللي انا ابدأ اقرأ بيها القيم ده النوع اللي هو الانبوت زي ما صنفنا من اول محاضرة فيه انبوت يونيتس وفيه اوتبوت فيه اوتبوت يونيتس الاوتبوت اللي هي هقدر انفز بيها اللي هي الاصفاه هشغل بيها او هافصل بيها المعدات تعالوا نشتغل على رقم واحد اللي هي الانبوت يونيت الانبوت يونيت هي الحاجات اللي انا هقرأ بيها حالة المعدة ايه اللي هقرأ بيه حالة المعدة تمام اللي هو السنسورز الحساسات او السويتشز المفاتيح تمام طبعا في حتة مهمة جدا لازم عشان اعرف الفرق بين السويتشز ويه السنسورز تعال نعرف الفرق بين الامبوتس ويه الاوتبوتس الامبوتس ويه الاوتبوتس من ناحية انواع السيجنل او الاشارة في عندي رقم واحد يا اخوانا ركز معايا الاشارات 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 الاشار بتبقى يا إما سفر أو واحد يبقى هنا أنا رسمته سفر مطفي بعد كده طلعت كده واحد شغال يا سفر يا واحد يبقى ده بيوريني يا ON يا F حالة مفتاح طبا الON والوف ده بيكون داخل أو خارج من سويتشات يبقى لازم يكون ده التوصيف بتاعه سويتش على أساس أنه أنا أطلع كمام إشارة سفر واحد مثال عليه مثال عليه الدفرنشيل بريشار سويتش دفرنشيل بريشار سويتش تي بي اس احفظ معايا دي بي اس دفرنشيل بريشار سويتش ده عبارة عن مفتاح بزبط في قيمة الفرق في الضغط في البرشار بين نقطتين بقى هنا واشوف الفرق بينهم تمام لما يقرى القيمة فيه بريشر فيه فرق في البرشر يدي on يدي off يقرأ القيمة ويروح يبدل نقاط التحكم الموجود عليه ومنها المتحكم يفهم ان المفتاح ده عليه فرق ضغط ولا معلهوش يبقى انا باجي على حاجة هنا كده مثلا على فلتر واشوف البرشر قبل الفلتر اهو before وبعد الفلتر b2 after واطرح b2 نقص b1 لو طلع 0 ما فيش فرق ضغط يبقى الهوة عدة طيب لو اختلف يبقى لا فيه اختلاف فيه البرشر وبالتالي هيبقى اغير قيمة السويتش طيب فيه analog signal يعني هو مش قصة يا on يا off الانالوج دي بتبقى قيام متغيرة زي sensor temperature بقوله لي انا ممكن اقيس بين الزمن والجهد مثلا والتيار ده كله اقدر اقول عليه analog يبقى هو عبارة عن علاقة بين time الزمن والجهد بيتغير الجهد كل شوية مش on or off مش واحد يا سفر يبقى ده sensor حساس يبقى الاشارة دي analog يبقى انا لو خدت temperature sensor temperature sensor ده analog لان ندرك الحرارة كل شوية تتغير يبقى السensor زي شباب ال input بتاعه ال input عبارة عن قيمة فيزيائية زي الحرارة او الرطول تتغير يبقى لازم اركب sensor ويطلع اشارة كهربية لها قيمة مكافأة للقيمة الفيزيائية افايدة السensor او تعريف السensor هو تحويل القيمة الفيزيائية زي الحرارة او الرطوبة الى قيمة تكافئها بالكهرباء الى اشارة كهربية مكافأة يبقى لو حد قالك عرف السensor هو عبارة عن جهاز يحول قيمة فيزيائية زي الحرارة او الرطوبة مثلا لاشارة كهربية لها قيمة مكافأة لهذه الاشارة حسب التغيير بتاعها احنا دخلنا على مصطلحين digital input analog input من الحساسات تعال نشوف مثال مثال طبعا هنا اخوانا الحرارة مثلا هو هنا بقولك تعال نشوف الحساسات والمفاتيح المنتشرة في السوق زي حساسات temperature دي بتنقسم حساسات temperature الى ايه في حساس temperature space تمام دي بس تخدمها في قياس الحرارة داخل الغرف مثلا او في المساحات الداخلية الemergent او قياس حرارة السوائل وفي عندي الدكت عشان استخدمها في درجات الحرارة داخل الدكت الخاص بالتكييف والoutside اللي بستخدمها خارج المباني يبقى ده كله انواع من انواع حساسات الحرارة في عندي حساس الضغط pressure ممكن ناقص ضغط الهواء ضغط الهواء الير ممكن ناقص ضغط المية الووتر ممكن ناقص فرق ضغط بين نقطتين طيب ايه حساسات تاني في حساس ثاني اكسيد الكربون CO2 تمام برضو في منها space وفي منها ضغط يبقى ده حساس ثاني اكسيد الكربون CO2 في حساس humidity الرطوبة في عندك space في المسافات الداخلية وضغط داخل الدكتات وoutside ده الخارجي في حساس سريان سريان اللي هو الفلو سواء كان سريان الهواء اليرفلو او سريان المياه المياه تمام في حساسات تانية مثلا بتدخل زي حساس الحركة الموشن سينسور بتاع الانارة ده لما يكون في حركة تمام بيتحرك قدام الحساس ده حاجة يعمل انه في حساس الاجبانسي الاشغال تمام وده فكرة انه هو يوفر والله لو المكان ده في حد موجود تمام يبدأ اشتغل ما فيش يطفي وبالتالي تمام في عندك حتين مهمين جدا سويتش وسنسور فعند البرشير سويتش مثلا مفتاح الضغط ده عبارة عن مفتاح جوا نقط بتغير الوضعية بتاعتها لما الضغط يوصل لقيمة معينة يبقى هو مفتاح بيعمل عن وقف كان عن يبقى اوف كان اوف يبقى حسب قيمة الضغط تاب يسموه بريشير سويتش اما فيه حساس ضغط يبقى فيه مفتاح ضغط وفيه حساس ضغط تمام الحساس ده هو بيحس الضغط بيقرأ قيمة الضغط باستمرار تمام ويحولها الى اشارة كهربية بيحولها الى اشارة كهربية مكافأة طبعا لقيمة الضغط طبعا عشان ابدأ اشوف الحاجات دي لازم اقرأ ده تشيط الخاصة بكل حاجة منها وده هنشوفه في محاضرة كاملة ان شاء الله تعال طيب تعال نشوف ازاي اعرف بعض الحساسات واشكالها مثلا ده مثلا حساس من شركة سيمينز ده الكود بتاعه QAE21 من شركة سيمينز طبعا ليه مقاسات بتبقى حسب الطلب تمام ده الجزء اللي انا بركبه هنا في الحاجة اللي انا بركب عليها ايه الحساس الجزء بيتم تركيبه في الشيء المراد قياس درجة حرارة ده حساس حرارة ده بيسموه البروب البروب ده الجزء البروب اللي انا عايز اقيس بيه درجة الحرارة هنا طبعا بتدخل كابلات الكنترول في جلاند كده بيدخل فيها كابل الكنترول والجزء يسموه السنسور هيد. يبقى انا شوفت دلوقتي حساس من سيمينز حساس حرارة من سيمينز. في جزء اللي موجود هنا ده ده بركبه في الشيء اللي انا عايز اقيس به درجة حرارة ضغط اي حاجة. وهنا دخل كابل الكنترول وهنا جسم الحساس بالموديل بتاعه ده لو انت بصيت اهو واحد وعشرين عشرين ضد صفر واحد صفر ده حسب شركة اه سيمينز. طبعا في حساسات حرارة المية تبقى الاشارة بتاعته تمام? معناها تعالى نشوف في عندي برضو باسيف سنسورز فور كورينج زا ووتر تمبريتشر امبايبز ان تانكز. يعني ده حساس بقدر اقيس بي درجة الحرارة في المواسير والتانكات. طبعا هنا بيديني على الافقي في الكيرف ده درجة الحرارة من سالب 40 الى 130 درجة سليزيس. وهنا قيمة الريسستانس بتاعته بالاوم دي الكاركتوريستيكس الخاصة بهذا الحساس هو بي تي مية كلاس بي ده الموديل بتاعه. يبقى المفروض المفروض انا ابقى عارف عارف انواع الحساسات بتاعت درجة الحرارة. فيه نوع بيسموه نيجاتيف تنبريتشر كوفيشانت ان تي سي. وفيه نوع تاني بيسموه بي تي سي بوزيتف تنبريتشا تشاركوه بحيث تبقى العلاقة طردية او عكسية بين درجات الحرارة. طبعا هنا السنسور بيبقى مصنوع من مواد بتقل مقاومتها لما ترتفع درجة الحرارة. بتقل وترتفع يبقى علاقة ايه عكسية? يبقى خلي بالك. هنا الان تاني الان تي سي. ايه اللي بيحصل? المقاومة اللي هي الريسستنس بتقل. لما ترتفع التنبريتشر. يبقى العلاقة هنا في الان تي سي عكسية. طيب في البوزيتف تنبريتشر كوفيشانت. لا بيحصل عكس. تمام علاقة طردية. بتزيد المقاومة لما بتزيد درجة الحرارة. وهنا بيقول لي زي ما احنا شفنا في الكيرف بداية احساسه بدرجة الحرارة من سالب اربعين درجة الى موجب مية وثلاثين درجة. ودي حتة مهمة بيقاس المياه الباردة لحد سالب اربعين درجة سيليزيس والمياه السخنة لحد موجب مية وثلاثين درجة سيليزيس. ودي القيم اللي انا ببدأ اتحرك فيها. وهنا بيدين الكيرف بتاع البي تي سي. ولو انت بصيت هنا. اهو البي تي سي المفروض هنا. والان تي سي. ده الان تي سي. لو انت بصيت في الكيرف اللي فوق. هتلاحظ هنا الكيرف طردي. لما بتزيد درجة الحرارة بتزيد الريسيستنس. لو بصيت هنا هتلاقي الكيرف عكسي. لما بتزيد درجة الحرارة بتقل الريسيستنس. وده مهم جدا في مفهوم حساسات درجة الحرارة. طبعا هنا برضو بيديني فكرة عن موضوع ان انا اركب الحساس ازاي يبقى اتجاه تركيب الحساس. لو هنا مثلا ادل فلو. يبقى الحساس مش هيبقى بالوضع ده. غلط. يعني اركب الحساس كده عمودي على الفلو غلط. تمام? يبقى هو مديني اتجاه السريان اهو كده بركب الحساس موازي لي. تمام? طبعا هنا بيديني اسلاك الكنترول بتبقى اثنين في واحد ونص ملي متر تربيع. وبيبقى فيه طبعا ده السلك وبيبقى فيه طبعا دايجرام على اساس ان انا اقدر اعمل كونيكشن. وهلا انا بدلت النقطتين في الروزيتة هينفع ولا لأ? يبقى انا في حاجات لازم ما ياخد بالي منها. في مشاكل لو عكست حاجات لها بولاريتي لها قطبية. عكاست الاطراف مش هشتغل الحساس. يبقى ده كله هقراءة من مين? هقراءة من الداتا شئيت الخاص بالحساس نفسه. ديب. لو شوفنا مثال تاني على الديفرينشيال بريشار سويتش. الدي بي اس. وده مهم جدا بنستخدمه كتير جدا في انظمة البي ام اس. لو احنا بصينا هنا شباب كده على الدي بي اس. ديفرينشيال بريشار سويتش. وفي الاخر سويتش. ده ساب بورت. عشان اسبت هذا الدي بي اس على الاجسام بتاعة المعدات. ازاي اركبه. شايف الشانكل ده كده. بتاع التسبيت. وربط بمسامير. هو بيديني ازاي بربط اهو. يعني تاخد الجسم ده والجسء الاحمر ده ازاي بالتركيب. او هنا ازاي التركيب. طيب. هنا بقى المكان بتاع دخول كابل الكنترول. قلنا لازم ايا حساسي بقاله كابل كنترول. هنا في مؤشر لضبط قيمة فرق الجهد. يعني انت عايز قيمة فرق الجهد اللي حس بيها مقدرها كام. فهنا في مؤشر عشان اضبط قيمة فرق الضغط. فرق الضغط. طيب. وهنا بيبقى فيه الانبيب اللي انا عايز هيس الضغط. مكان تركيب الانبيب اللي بتم دخولها في النقطتين دول. اللي عايز يقرأ فرق الضغط بينهم. يعني فيه مصورة كده. الضغط بتاعها بريشر واحد. وفيه مصورة تانية بريشر اتنين. هيبدأ هو بقى يقارن بين بريشر واحد و بريشر اتنين. هل فيه فرق ولا لا. ده بيسموه حساس الدي بي اس. مفتاح مفتاح الدي بي اس. ديفرينشال بريشر سويتش. ديفرينشال بريشر سويتش. طبعا الموديل بتاعه هنا كيو بي ام واحد و تمانين. ده بيبقى مكتوب على جسم الحساس في الجزء ده. او جسم سويتش. ده بستخدمه فين يا اخوانا. في الاير اند النون اجريسيف جازس. بستخدمه في الهواء او في الغازات. هاخد منه بما ان هو سويتش هاخد منه اشارة يا سفر واحد. يبقى دي ديجيتال امبود. ديجيتال امبود. طبعا بيديني التوصيل. فرق فرق البرشر اخوانا الدلتا بي. اللي هي بي واحد ناقص بي اتنين. اللي هي الدلتا بي دي. هنا طبعا بيبقى عند سويتش بوزيشن واحد واثنين. ده او واحد وثلاثة هاير بريشر. هنا بيديني نورمال اوبن ونورمال كلوز حسب التوصيلات بتاعت تمام السويتش بتاعي. فاحنا بنسميها بوصل نورمال كلوز مع الكمون او نورمال اوبن مع الكمون اللي هي بيسموها النقطة المشتركة. طيب النورمال كلوز تمام هي اصلا مقفولة هي نورمال كلوز فهي بالطبيعي مقفولة. وبتفتح لما السويتش بيقرأ فرق في الضغط. خلي بالك. لو حد سألك ايه الفرق بين النورمال كلوز والنورمال نورمال كلوز يعني النقطة اصلا مقفولة ولو في فرق ضغط تفتح. النورمال اوبن يعني النقطة اصلا مفتوحة ولو في فرق ضغط تقفل. تمام? طيب هنا بيوريلي شكل كابل الكنترول قلنا اتنين يعني فردتين كل سلكة منهم واحد ونص ملي متر تربيع. ساحة مقطع السلك. تمام? وبالتالي لازم اعارف الاطراف بتاعت التشغيل. في حاجات بتبقى تلاتة في واحد ونص. تمام? في امثلة تانية ايوة في امثلة تانية كتير. زي الاوتسايد هوميديتي تنبريتشر سنسور. حساس الرطوبة. وفي عند ومعه كمان سي او تو والتنبريتشر سنسور. ده حساس تنبريتشر مع الرطوبة. مع سي او تو. في مفتاح تدفق. ده شكله. مفتاح ده بيوريلي التدفق. الووترفلو سويتش مفتاح تدفق المية. في الديفرينشيال بريشر سويتش فور ليكويدز. ده بتاع السوائل. في سينسور ده سنسورز حساس خاص في انظمة تمام? التحكم في الاشغال. طيب. بعد كده في عندي الاجهزة اللي انا هبدأ خلصت الانبوتز. الاجهزة اللي ابدأ انفز بيها الاوتبوتز. الاوتبوتز يا اخواننا احنا قلنا هي عبارة عن الاكشويتورز. ففي عندي اربع انواع. رقم واحد الانبوتز. رقم اثنين الروتاري اكشويتورز. رقم تلاتة. في طبعا عندي مكونات زي الكنتاكتز او الكنتاكترز والريليز والموتورايز سي بيز. طيب. خلينا نشوف الاكشويتورز. احنا قلنا هي عبارة عن العضلات اللي انا بنفس بيها. تمام? الاوامر اللي بتيجي من وحدات الادخال. وبالتالي انا هبدأ انفز ازاي? من خلال اكشويتورز. انا عندي نوعين. في عندي الروتاري اكشويتورز اللي هي عبارة عن اكشويتورز بتلف حركة ضورانية. روتاري حركة ضورانية. زي بحتاجها فين? زي الروتاري اكشويتورز اللي بتركب معه الدمبر. الريكتانجولر دمبرز اللي احنا بستخدمه في الدكترات بتاعت التكييف. بركب عليها هنا. روتاري انا عايز الف. افتح كده. واقفل. تمام? بنسب معينة. يبقى الدمبر ده عبارة عن ايه الدمبر نفسه لو انا اعرف الدمبر. عبارة عن ميكانيزم. بستخدمه عشان اتحكم في تدفق الهوى. اللي داخل على الوحدات بتاعت التكييف. مع الارهندلينجونت. او الفي ايفيز. يبقى ده بتعريف الدمبر. شكله هو احنا عارفينه في الانظمة الميكانيكية. في نوع تاني من الدمبر. هنسميه سيركولر دمبر. يبقى انت في عندك ريكتانجولر اللي هو المربع ده او المستطيل. وفي عندك السيركولر الدائري. حسب مخارج الهوى. بركب عليها روتاري اكشويتور. روتاري اكشويتور. ممكن كمان اركب معاها محابس. طبعا ادي الاكشويتور بيركب على المحبس اصلا. في عندي تو وي فالف. وفي عندي سري وي فالف. محبس سنائي الاتجاه وسلاسي الاتجاه. ممكن يركب على البتر فلاي فالف. اللي احنا قدامنا ده بيسموه باتر فلايفال. وده الاكشويتور بتاعي. هنا بيوضح لي شكل المحبس. تمام? طبعا ده الجزء اللي هو السريدد. الالاووس بتاع المحبس. وفيه الناحية التانية. وهنا في الجزء ده اللي بيركب عليه الاكشويتور. مكان التركيب بتاع الاكشويتور. طيب. الاختيار طبعا بيكون حسب شوية حاجات. يعني الاختيار بيتم بناء على شوية حاجات. ايه يوم رقم واحد جهد التشغيل. يبقى لك شويتور بختاره بناء على جهد التشغيل. ايه الجهود اللي بتشتغل عندي? 24 فولت 24 فولت دي سي. يبقى ده شغال بالتيار المستمر. الدي سي. او 24 فولت اي سي شغال بالتيار المتردد. او 220 فولت اي سي اللي هي الكهربا العادية بتاعتنا. طيب. هسأل سؤال. السبرينج طيب. تمام? السبرينج طيب ده بيعمل ايه? بيخلي الاكشويتور يرجع الوضع الطبيعي اوتوماتيك وقت فصل الكهربا. يبقى السبرينج طيب. وفيه نن. سبرينج طيب. السؤال. السؤال في حالات تركيب الاكشويتور. جهده كم? هل هو سبرينج طيب ولا نن سبرينج طيب? السبرينج طيب بيخلي الاكشويتور يرجع الوضع الطبيعي اوتوماتيك لما تفصل عنه الكهربا. طيب النن سبرينج طيب لما تفصل عنه الكهربا بيفصل على اخر وضع موجود عليه. يعني هو لو كان بوضع معين هيثبت على هذا الوضع. يبقى انت الاختيار رقم اتنين هل هو سبرينج طيب ولا نن سبرينج طيب? طيب الاختيار رقم تلاتة حسب اشارة التحكم. هل في عندي اشارة التحكم تو بوزيشن كنترول ولا مالتي بوزيشن كنترول? تمام? يعني ايه تو بوزيشن? يعني هو يا اما ان للاخر او اوف للاخر. يعني هو يا مفتوح على الاخر يا مقفول على الاخر. طيب المالتي بوزيشن بيديني امكانية ان انا ازبط الفتحة ونسبة الفتحة بناء على العينة بتاعت. ممكن اقفل عند الربع عند النص وهكذا. تمام? بعد كده بشوف. تمام? النوع التاني. احنا خلينا نركز كده. خلينا نركز تاني. نراجع. نراجع يا اخوانا ركزوا معايا. انا كنت بشرح من الصبح في الروتاري. الروتاري اكتشويتور. قلنا الروتاري اكتشويتور ده اشارته هيلف حركة دورانية كده. طيب بيركب فين? بيركب على الدامبرز. زي الريكتانجولر دامبر اللي احنا شايفينه ده. بركب عليه الروتاري اكتشويتور. عشان اقدر افتح واقفل بنسب معينة. وبيركب في وحدات التكييف مع اله او في رقم اتنين مش الريكتانجولر السيركولر دامبر. بركب عليه برضو روتاري اكتشويتور. طيب الاكتشويتور بيركب على المحابس. زي ايه? زي المحابس. واتنين. والبطر فلاي فالف. بيركب فين على المحبس بيركب اهو. ده مكان التسبيت. بيتيجي على البن ده وتركب الاكتشويتور. طيب ايه انواع الروتاري بيفترق من الروتاري ده بيتصنف بناء عليه رقم واحد جهد التشغيل. يحفظ معي اربعة وعشرين فولت اي سي او اربعة وعشرين فولت دي سي او متين وعشرين فولت اي سي. النوع التاني هل هو سبرينج طيب يرجع لوضع الطبيعي اوتوماتيك لما تفصل كهرباء ولا نان سبرينج طيب بيفضل على اخر وضع هو عليه. السؤال التالت في النوع هل هو تو بوزيشن يعني يفتح على الاخر ويقفل على الاخر ولا مالتي بوزيشن كنترول. خلاص يبقى انا كده خلصت. مين? ها الناس اللي صحية. انا بتكلم عن مين اخواننا على اكسويتور. رقم واحد. الروتاري اكسويتور. الروتاري اكسويتور. طيب النوع التاني. اللينيار اكسويتور. من اسمه لينيار يبقى بيطلع لفوق او بينزل لتحت. وده مشهور في المحابس اللي بتحكم في فتح وقفل المحبس. يعني ممكن يبقى الستروك ده في اربعة ميلي ممكن يبقى طويل حسب الشركة المصنعة اهو. ده اللي احنا بتكلم عليه اللينيار اكسويتور. او اللينيار اكسويتور ده اللي بركب على المحبس. ادي ده المحبس او الفلانج كونيكشن. وببدأ اركب عليها الاكسويتور. طبعا النوع ده بنسميه السريديد كونيكشن. السريديد كونيكشن. النوع ده بنسميه السريديد كونيكشن الخاص بيه اللينيار اكسويتور. خلاص كده. طبعا من احد المكونات اللي انا برضو بتحكم بيها في عملية الفصل والتشغيل السيركت بريكرز القواطع. طبعا في اللوحة في البانيلز بطلب من البانيل بيلدر ان هو يبقى عامل سيركت بريكرز وبيحط اللي كمان آآ آآ النقاط اوكزيلاري تمام زيادة عشان انا ابدأ اتحكم فيها وبيحط اللي فري كونتاكتز يعني انا مثلا انا باخد اهو حمل على اللود باخد الفردة الحية لين والفردة النيوترال اللي هما الجزء الرئيسي بتاع البريكر ادخل هي الحمل بعد كده بدخل هنا على الاكزيلاري كونتاكت هنا طبعا بركب عليه سلك كنترول سلك الكنترول ده جاي من لوحة مين لوحة البي ام اس عشان يعني رائب حالة القاطع لو هو شغال ولا لا يبقى انا بركب عليه تمام سلك عشان ابدأ اعرف هل هو شغال ولا لا طيب لو عايز اتحكم في القاطع مش ارقبه يعني احنا هنا كنت بعمل عشان ارائب بس عشان ارائب بس هنا لو عايز اتحكم في القاطع بطلب وحدة بيسموها شانت ترب شانت ترب طبعا دي اشكال الشانت الشانت ترب اهيه الشانت ترب ده احد الاشكال بتاعها هو مكتوب عليها هنا لو انت بصيت شانت ترب التحكم في الفصل من على بعد للبريكرات الشانت ترب اللاوز ريموت تريبينج اوف ام سي سي بي نوع السيركت بريكر باي ابلاين كونترول فولتش توزا شانت ترب كويل يعني فيه هنا شانت ترب كويل بيطبق عليه جهد وبالتالي يقدر يفصل هذا البريكر من على بعد حسب الجهود اللي انت عايز تفصل عندها هنا برضو بيديني فكرة عن الكنتاكتورز الكنتاكتورز انا عندي اطراف الباور اهيه احمر واصفر وازرق تمام وبيبقى فيه عندي هنا تيار كبير عشان اقدر افصل وشغل معدة طيب التيار الكبير ده مين اشغاله اشغاله تيار صغير او تيار بسيط هنا فيه عندي ملف وفيه نقطتين اي واحد واي اتنين لما يتشحن الملف ده يقدر الكويلز ده يبدأ يدي اوامر للباور عشان يبدأ يفصل وبالتالي يبقى عندك القدرة على ان انت تتحكم في التشغيل والفصل للود اللي بيسحب تيار كبير باستخدام اشارة كنترول صغيرة او باستخدام النقاط المساعدة او بيسموها الاكزيلاري نوت او الاكزيلاري بوينتز زي النورمال كلوز شرحناها قبل كده بعد تشغيل طبعا هو النورمال كلوز هو قبل التشغيل بيبقى كلوز لما يشتغل يبقى اوبن طب النورمال اوبن هو قبل التشغيل مفتوح وبعد التشغيل يبقى كلوز وفيه منه اشكال كتيرة ودي بيسميها طبعا اهو زي الاشكال دي بيبقى ليها او نقاط مساعدة طبعا هنا بيديني مثال على موتور ده الموتور بتاعنا اللي احنا عايزين نشغله من خلال تمام البريكر هنركب عليه تمام كونتاكتورز طبعا هنا بيبقى فيه كابل جاي اخواننا من البي ام اس طبعا هنا دي الاطراف بتاعة الباور فيه كابل بيبقى جاي من البي ام اس بانيل اهو كابل كنترول لفصل وتشغيل الكونتاكتور رابط على ملف الكونتاكتور عند النقطتين اي واحد واي اتنين تمام وده كابل تاني هيربط عند النقطت بتاعة النورمال اوبن اول ما تكفل هيعرف ان الكونترول جفل والموتور اشتغل تمام دي موجودة طبعا في الام سي سي بي ده الجزء الخاص باللوحة العادية طبعا خلاصة الكلام اللي احنا قلناه ان الفيلد ديفايس هي الاجهزة اللي تستخدم في مراقبة حالة المعدات والتحكم في الفصل والتشغيل بتاع المعدات بتنقسم الى انبوت يونتز و كنترولر و اوتبوت يونتز هنا بيبقى الانبوت 2 كنترولر جاي من حساسات او سويتشات هتقرأ الداتا وتوديها للكنترولر يعليج هيعمل لها بروسيسنج وياخد امر بانه يشغل الاكشويتور ويبدأ ينفذ على الاجزاء الخاصة بالتنفيذ من خلال الاكشويتور طبعا زي ما شوفنا كده هيبقى في عندي برضو ديجيتال انبوت وانالوج انبوت من ناحية الانبوت ديجيتال جاياني من اشارة من سويتشز تمام وانالوج جاياني من حساسات اقدر اخد منها اشارة انالوج من ناحية الاوتبوت من ناحية الاوتبوت باقدر اخد ديجيتال اوتبوت اقدر انفذ بيها انه اوف او انالوج اوتبوت اقدر اتحكم تمام فيه محبس ان هو يفتح النص او الربع او قيم مختلفة مش بداية الفتح او نهاية الفتح ففي عندي اربع اشارات مهمين جدا ديجيتال انبوت انالوج انبوت ديجيتال اوتبوت انالوج اوتبوت واشوفكم في محاضرات تانية خاصة بأنظمة التحكم في المباني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته